19 أضيفت سنتين بشكل استثناء مظبوط بس أنا أريد أن أقول يعني هي مش فكرة الدورية للانتخابات دي من ضمنات النزاهة أن توجد هيئة وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات وإن كانت قضائية بيكون أفضل طبعا دي من ضمنات نزاهة الانتخابات دي عدة عوامل تؤكد إن زي ما قال الدكتور أو صدق معزيز إنه إحنا بنقول للناس يتفرج علينا صوتك مؤسس كلمة لا يعني أقصد محفوظ يعني لن يتم تغييره أو التلعب به يعني كل زي ما الدكتور قال إنه صوتك هو اللي حيحدد وإنت صوتك لا يمكن التلعب به يعني ما حدش وعلى فكرة أستاذ عمر الكلام ده مش في الانتخابات دي بس ولا الانتخابات اللي فات يعني عشان أكون موضوعي الكلام ده من 2005 من وقت الإشراف القضاء الكامل على الانتخابات يعني حضرك عارف قبل كده قبل 2005 كان استفتاء كانت استفتاءات وكان حتى الإشراف على الاستفتاءات وعلى حد انتخابات مجلس الشعب والشورى وقتها كانت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية لحد ما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في 2000 بعدم دستورية مادة في قانون بشرة حول السياسية ومن وقتها تم فرض الإشراف القضاء الكامل على الانتخابات مقولة وزير العدل السابق فارق سيف النصر قاضي لكل صندوق ده طبق من 2005 من أول الاستفتاء على تعديل مادة انتخابات الرئاسة في دستور 1971 وانتخابات الرئاسة في 2005 من وقتها تغيرت الأمور تماما حتى نسبة المشاركة من 2005 اختلفت تماما عن نسبة المشاركة المعلنة قبل 2005 يعني في استفتاء 1999 ده آخر استفتاء كانت نسبة المشاركة اللي أعلنت 80% وده طبعا رقمه مستحيل يحصل في دولة زي مصر يعني في 2005 في انتخابات الرئاسة اللي أولي 2005 لأنها كانت طبيعي لأنه فيه قاضي مشاركة مش لجان إدارية تابعة للدولة هي المشاركة فبالتالي هنا ده اللي يضمن زي ما حضرتك قلت إن صوتك بالفعل بيذهب زي ما إنت اخترت بالظبط ما فيش مجال للتلاعب نفس السؤال لحضرتك اللي سألت له الدكتور اللي يقول لك يا عم محسومة وانا يعني صوتي حيعمل ايه ولا يعني ما هتفرق إزاي تقوله ايه هقوله إن الصوت اللي بتحطه عن قناعة جوه السندوق يقينا هيظهر برا السندوق هينعكس في نتيجة الانتخابات ده نمرة واحد نمرة اتنين فكرة إن الانتخابات محسومة ما نعرفش محسومة بأي منطق هل بقى بمنطق إن فيه مرشح عنده شعبية أكتر أكيد الثلاثة اللي نزلين الثلاثة التانين أي إن كانوا هم مين نزلين وعندهم رغبة حقيقية في المشاركة وإنه يتولى المنصب إن كنت عندك قناعة بحد منهم انزل وشارك وخد معاك حد قوله ادي عمر ادي صلاح ادي إبراهيم ادي اللي يعجبك المهم في النهاية هذا حقك وواجب عليك وهنا مهم قوي إن احنا نتكلم في الفرق بين الانتخابات حق ولا واجب الحق أنا أمارسه أو ما مارسوش يعني أنا من حقي إن أنا أترشح لرئاسة الجمهورية أترشح أو لا أداب برحتي من حقي أترشح للبرلمان أترشح أو لا أداب يعني يرجع لشخصي لكن واجب علي أنا ملتزم بإن أنا روح ولكن هنا الانتخابات بما إنها يتم القيد تلقائي فأصبح حق لو كان انت حدك بتروح بتسجل نفسك في قاعدة ناكبين بقى واجب عليك لأنك سجلت نفسك ومخالفته يترتب عليه جزاء عشان كده النسب اللي بتطلع نسب كم زي ما قال الدكتور 23% و25% نسب غير دقيقة ليه الإحصاء اللي موجود بعدد مصريين في الخارج بيتكلم في 10-11 مليون دول من ضمن الـ 65 مليون المقايا دي على الأهل منهم 8 إذا كانوا لهم معدين السن بغض نزع عن أطفالهم يعني طيب الأهلين أنا راجل صعيدي أهلين لغاية النهاردة لازال بطاقة رقم القوم بتاعته على بلده التربة بتاعته على بلده صوته موجود في بلده ما بيروحش كويس فده رقم برضو خارج لا يجب أنه يدخل في التعداد اللي ما يعرفش في فترة يعني فكرة البطاقة الصفرة دي خلصت من 2011 النهاردة كله بيتأيد أوتوماتيك بيتأيد تلقائي فهل آه لا أنت فعلا لديك حق الانتخاب معقولة ده أنا لسا مكمل 18 آه لا لديك حق الانتخاب ده بيتعد على النسبة 23 لا 25 لا عشان كده النسبة غير صحيحة لما تبص بقى أنا بقول دي ليه لما تبص على الدول اللي حوالينا اللي فيها نسب مشاركة عالية جدا لا التصويت فيها بيتم بسجلات ناخبين مقيدة فأمريكا حدقك بتروح تسجل إنك ناخب مش كون آه بالزبط كده دكتور عطف معنى الحضور الزيادة أو الحضور الأقل ده معنى إيه؟ ديمقراطية برد لا طبعا كلما زادت نسبة المشاركة ده في كل الديمقراطيات يعني دايما أي انتخابات بتاخد شرعيتها من نسبة المشاركة قليك نسبة مشاركة عالية نسبة مشاركة قليلة وهكذا لكن برضو لما نتلم عن مصر لازم نحط الأمور في السياقة في السياقة المصرية أنا عندنا ثقافة سياسية للأسف يعني مش مشاركة أوي يعني وده تقيسه المصريين لا يشاركون في الانتخابات يعني مقارنة بشعوب تانية كتير يعني نسبة مشاركتهم في الانتخابات دايما بتكون قليلة يعني مش النسبة اللي هي مثلا ممكن نسمعناها في دول في تركيا بزبط يعني تركيا برضو تسجيل سابق مش أوتوماتي يعني هو فيه أسباب موضوعية بعيدة حتى عن الأسباب الشكلية والإجرائية يعني ده جزء ربما من الثقافة العامة أو من مستوى الديمقراطية في المجتمع ليه أسباب متعددة بس كمان بيرتبط أيضا بمستوى تعليم يعني كنت بتكلم على نسبة أمية كبيرة جدا جدا في المجتمع المصري ففي ناس كتير ما عندهاش وعي كبير بحقوقها السياسية فبالتالي بتعتبر والفكر اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها اللي انطباع العام أنه لا دي محسومة وهكذا فبالتالي ده ربما كان أحد الأسباب فبقول لحضرتك أنه فكرة